ونعود مرة أخرى للكاتب والباحث السياسي مامون أبو عامر من إسطنبول أهلا بك مجددا سيد مامون يجري الحديث في واشنطن عن تعديل المادة الثانية وتعديل في الصياغة اللغوية بشأن مصطلحي إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع هل يمكن لهذه المعالجة اللغوية أن تجسر هو في المواقف بين حماس وتل أبيب حقيقة الموقف الفلسطيني موقف واضح خاصة موقف حركة حماس وبصائل المقاومة من خلفها هي تريد شيء واحد وواضح وهو أي اتفاق أو أي مو مبادرة أو أي خطوة أو أي تعديل يجب أن يؤدي بالنهاية إلى وقف شامل لإطلاق النار والسحاب إسرائيل إذا كانت هذه الصياغ تؤدي إلى المطلوب فهذا سيكون إيجابي لكن إذا كان الأمر اتصر على مناورة من أجل بدء المقاوضات وثم مرة أخرى بعد فضيحة التي عرض لها نتنياو في القناة الرابع عشر عندما تحدث أنه لا يريد وقت اطلاق النار الشامل وبالتالي عادة مقاوضات من جديد كأن الإدارة المريكية تريد مرة أخرى أن تعيد المقاوضات حتى تحمل حركة حماس المسؤولية انهيار وقت اطلاق النار أو أن حركة حماس لا تريد انهاء القتال أعتقد أن المشكلة أنها المقاربة الإسرائيلية لحد لا زالت بيد نتنياو نتنياو واضح بكلامه وتصريحه وهذا ما أكده الرئيس ترامب أيضا في المناظرة الانتخابية اليوم الأمس لما قال نتنياو لا يريد وقت اطلاق النار ووجه السمع لها إذن واضح الموقف الإسرائيلي لكل عاقل ولكن إسرائيل ترسل إشارات متضاربة يتضح الأمر أكثر من تصريح يتعلق بقبول هذا المقترح كاملا نتنياو يقول شيء آخر وبالتالي هب أن حماس الآن وافقت على هذا المقترح هل الموافقة الإسرائيلية مضمونة؟ أعتقد المشكلة ليست في السياغات المشكلة أن في البند الثامن لابد أن هناك أمور واضحة تحتاج إلى تفاوض ووضوح فيها وهي مسألة معايير إطلاق صراح الأسرة خاصة موضوع التدخل الإسرائيلي لأن إسرائيل تضع نفسها الحرية في فيتو بالاختيار الأسماء وبالتالي هذا يجعل حركة حماس غير قادرة على أن تذهب إلى هذا الاتجاه للمتفاوض للمرحلة الثانية لأن هذا التفاوض سيبدأ مع تطليق المرحلة الأولى ودخولها في اليوم السادس عشر سيبدأ التفاوض هب أن المفاوض الفلسطيني طلب أسماء معينة وأسرائيل اعترضت ماذا سيكون مصير المفاوضات؟ فشلة المفاوضات يعني أن تتحمل حركة حماس مسؤولية انهيار المفاوضات وبالتالي تحميلها مسؤولية الفشل المفاوضات والفشل المبادرة حماس لا تريد هذا السيناريو حماس تريد أن يكون هناك اتفاق واضح حول معايير إطلاق صراح الأسرة وآليات التي تسمح بإطلاق صراحهم وتجنب البيتو الإسرائيلي أو حصره في نقاط محددة يمكن تلافيها وجعلها في أقل قدر كيف يمكن أن يحل هذا الأمر؟ لا بد أن تبدأ المفاوضات من أجل أن هناك خارف طريق واضحة ثم تبدأ الإعلان عن دخول المفاوضات النهائية وإلا بدون خارف الطريق واضحة وإلا ستكون المفاوضات تؤدي إلى الفشل في نهاية جوة المفاوضات التي ستمت ستة أسابيع وقد تدد إلى أسبوعين وبالتالي سيعود الطرفين للقتال وهذا ما لا تريد حماس من أجل ذلك لابد أن يكون هناك المعايير واضحة التي تضبط هذا الأمر قبل الإعلان عن الاتفاق وبالتالي لابد أن يكون صيغة متفق عليها وهي كما حدث في المفاوضات الأولى التي قبلت بها حركة حماس بحيث أنها كانت ماضية تضع عن معايير محددة بالتعامل في موضوع ملف الأسرة في المرحلة الثانية وهذا طبعا إسرائيل لازالت حتى الآن تراوح مكانها تريد أن تحكم بموضوع الأسرة وتضع لنفسها حق البيتو وطبعا هذا يعني أن المفاوضات ستفشل وستكون هناك نهاية عودة مرة أخرى بالتتال طيب حماس يعني على الرغم من تكرارها لمسألة تعاملها بإيجابية مع أي مبادرة تطرح نفت حتى الآن تسلم أي ورقة جديدة من الوساطة منذ حوالي أسبوع وأعلنت مواقفها المعروفة بشأن هذه المفاوضات لكن كما تتابع هناك ضغوط شديدة على حماس هناك لوم دائما ما يوجه إلى حماس ويطلب منها هي الموافقة مباشرة على هذا المقترح هناك اتصالات أيضا تجري من الوسطى في المنطقة يعني أي نوع من التنازلات يمكن أن نتوقعه من حماس ما هي الموضوعات التي يمكن أن تكون فيها حماس مرنة من أجل التوصل إلى اتفاق حماس أصلا قدمت معايير كبيرة واسعة جدا في موضوع المقاوضات لو نظرنا إلى معايير المقاوضات للصفقات التي تبادل أسرى بين إسرائيل وبين الفصائل الفلسطينية وبين حماس المعادلة واحد لألف أسير إسرائيلي مقابل ألف المعادلة اختلفت تماما المعادلة أسير مقابل ماتين وهذا طبعا يعني معادلة يعني تعادل خمس وهذا مؤشر بإيجابي من حركة حماس وأقل حتى حماس قد تكون ليلة في هذا الأمر بهذا الاتجاه كذلك أن هناك الأسرة تم موافقة عليهم على المعتبار حالة إنسانية ولا يكون هناك إطلاق صراح يعني أسرع عسكريين بمعايير بالمعايير التقيلة بل هم أسرعوا في معايير إنسانية أيضا ولذلك حماس قدمت تنازل مهم جدا في موضوع تسهيل القبول إسرائيل للصفقة لكن جانب الإسرائيل لا يريد أن يقبل مثل هذه الأمور لأن الرؤية الإسرائيلية ثابتة وواضحة واللوم على حركة حماس سواء قبلت أو لم تقبل وقبل أن تقبل وقبل وهي تناقش الموضوعها وقبل أن ترد تكون في أعليقات الإدارة الأمريكية المشكلة لحركة حماس وحتى إسرائيل عندما تقول أنها ترفض فإن الإدارة الأمريكية تقول أن حركة حماس ترفض ترفض إسرائيل تقبل هذا الصوت الغريب جداً من الإدارة الأمريكية في المناظرة كان الرئيس بايدن يقول أن المشكلة عند حركة حماس وهذا طبعاً غريب جداً أن الرئيس الأمريكي يتحدث يتحدث باللسان يهاجم حركة حماس وفي حين أن الرئيس الوصول الإسرائيل يقول أنه لا يريد وقت اطلاق النار وخصيمه وقصمه ترامي يقول أن إسرائيل لا تريد وقت اطلاق النار الأمر واضح لا يحتاج إلى نقاش وانتظار اللوم العملية بالنسبة للضغط هناك ضغط ميدان موجود فالتجويع الموجود في شمال قطاع غزة وفي كل قطاع غزة بشكل عام وازداد ودرجات أكبر في الشمال هو ضغط ميداني القتل المستمر يومياً والاختحامات واستمرار العملية العسكرية والتدمير البنى التحتية كل هذا مستمر للضغط على الحاضنة المدنية المجتمع في الحالة الفلسطينية من أجل الضغط على حركة حماس الضغط على حاضناتها المدنية وهذا طبعاً لم يتوقف لحظة وهذا تسيد لمقولة غلان أنها لا مفاوضات لحركة حماس إلا بالنار وبالتاني هذا هو المفاوضات تسير تحت الضغط وتحت النار ولا تسير مفاوضات لطبيعتها يعني تفاوضات تحت ضل الهدوء أو ضل وقف إطلاق النار الذي يؤدي إلى وصول إلى تسويات لكن الجانب الإسرائيلي لديه رؤية واحدة وهذا الأمر الشيء الوحيد الذي يمكن أن يغير هذا المصار هو أن تصل الإدارة الأمريكية إلى قناعة أنها يجب على إسرائيل أن توقف القتال في قطاع غزة وربما يكون يعني الوصول إلى المرحلة المستوى الثالث في العمليات العسكرية هو اتهاء العمليات العنيفة وانتقال إلى المرحلة جيم وهي العمليات النوعية وهذا قد يفتح الطريق أمام الإدارة الأمريكية من أجل إقناع نتنياهو وإرضائه بالقبول بصفقة وبالتالي تجنب الواجهة في الشمال هذا الهدف لأمريكي كنت معنا من إسطنبول شكرا جزيلا شكرا جزيلا